زي ما قلت لحضراتكم رسالة مستر مسلماني أنا قلت يعني حتى وأنا بتكلم مع زميلي قبل الهوى كنت بقول إنه أنا طبعا طبعا أكيد ما حدش يختلف إنه كل نقطة مهمة جدا في سباق التنفس على دوري المصري والأهلي فوزوا بكل مطشاطه يضمن له الصدارة ويضمن له التتويق بالبطولة مش بس فوزوا بكل مطشاطه حتى لو قسرنا أو عطلنا في مباراة مسموح لنا إن إحنا نعترف حسبيا أو رقميا يعني ده برضو ما يأثرش على فرصنا في التتويق ببطولة الدوري العام ليه لإنه أقرب منافس لك لو أنت كسبت كل مطشاطك وخسرت حتى مطش واحد أو تعديلت مطش واحد ما تمنيهاش خسارة خلالي لو تعديلت مطش واحد برضو يبقى فيه فارق نقطتين لصالحك لأنه إنت لو خدت كل النقاط كاملة هتبقى فارق عنه بأربع نقاط فعشان كده بقول لحضراتكم السباق على النقاط والتعويض ما فات من مطشاط متأجلة بالتأكيد أولوية قصوة وده اللي ركز عليه مستر موسيماني رسالة مستر موسيماني للعيبة كانت في منتهى الوضوح انسوا انسوا كل منصات التتويق اللي وفت عليها وانسوا كل البطولات اللي انتوا حققتوها احنا لسه ما حققناش حاجة قدامنا ثلاث شهور في منتهى الأهمية وعندنا القدر ان احنا نتوج بكل البطولات اللي احنا بنفس على ألقابها كل نقطة من الأربع مطشاط اللي هيسبقوا كايزر تشيفز أولوية قصوة بالنسبة للمستر الموسيماني وكلامه مع اللعيبة انه اعتبر الاربع مطشاط اللي جايين دول مطشاط كوس كلام محترم جدا كل ما اخشاه فقط بس لغير واعمل حسابه قبل ما نروح نلعب في المغرب ان شاء الله مع كايزر تشيفز هو انه ربنا يحمي فرقتنا من الإصابات ومن الأجهات لانك انت هتلعب كل أسبوع مطشين يعني احنا الخميس بكرة بيرميدز الحد سموحة الخميس مأولين الحد مقصة وبعد كده ان شاء الله نسافر على المغرب بقى عشان هيبقى فيه فقاعة طبية هيبقى فيه طبعا تحضيرات وتسافر بدري عشان تشوف محل يعني طبعا كل النادي أهلي بيعمل دماء بدري حتى من قبل مالبعثة بتسافر بيتم تحضير كل ده عشان تبقى الأمور يعني جاهزة ومتوضبة لكن في النهاية أهم حاجة عندي أو أهم مباراة جاية بالنسبة وبالنسبة لكل الجمهور هو ماتش كايزر تشيفز فأتمنى ان انا اوصل للمرحلة دي يعني ما حدش يرفض انك انت تكون واخد العلامة الكاملة ل12 نقطة لكن الأهم بالنسبة لي هو انه يكون مفيش إصابات مفيش غيبات عن النادي الأهلي في هذه المباراة المهمة جدا 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 وان شاء الله بإذن الله نحقق ال12 نقطة من الأربع ماتشات الجاي ماتش بكرة تختلف فيه الدوافع بشكل كبير أنا يعني من وجهة نظري فيه فرقة معينة بعينها كده لما باجي ألعب معها ما بقى بصش للترتيبها في الجدول ما بقى بصش لحالتها الفنية ما بقى بصش لآخر نتائجها في مسابقة الدوري أو في أي مسابقة هي بتلعب فيها وما بقى بصش حتى لقط اللبس بتاعتها آه عارف كويس جدا كل حاجات دي بتأثر لكن أنا بشوف مثلا أنه فرقة زي الإسماعيلي فرقة أكيد طبعا زي الزمالك فرقة زي بيرميدز ماتشاتها غير مرتبطة بأي مقدمات لأنه فيه دوافع كتيرة جدا على مستوى الكل فريق تخليه عنده رغبة شديدة جدا في إثبات نفسه قدام المنافس يعني أنت لما بتلعب نادي الزمالك وبتلعب نادي الإسماعيلي أو بتلعب نادي بيرميدز تركبة اللعبة اللي موجودة فيهم والتاريخ الطويل باستثناء بيرميدز بيرميدز منوش تاريخ طبعا يعني بيرميدز نتكلم في سنتين ثلاثة لكن أقصد أقول مثلا فرقة زي الزمالك فرقة زي الإسماعيلي تاريخ طويل جدا من التنافس بنا وبن بعد بيخلي اللقاء ده بعيدا عن أي حسابات مرتبطة بإنت ترتيبك كام في الدوري أو إنه التلات نقط اللي هتاخدهم في الماتش ده الحزبة هنا بتبقى برة حزبة التلات نقط الحزبة هنا إنه الماتش ده بطولة في حد ذاته إنك تكسب النادي الأهلي في المباراة دي في حد ذاتها إنجاز كبير جدا غير مرتبط بفكرة إنك بتنفس على البطولة أو لأ أو محتاج تلات نقط ولا لأ فبالتالي الدوافع دي وخصوصا وخصوصا إنك أنت بتلعب الأهلي وفي أعلى مستوياته أعلى مستوى لي من ناحية البدنية وناحية الفنية ولعبته كمان من ناحية المعنوية والنفسية يعني في حالة نشوة وإنت في نفس الوقت فيه جرح كبير يعني بيرامدز بكلم هنا على بيرامدز على أجل التحديد فيه قصوة شديدة جدا وانتقادات شديدة جدا 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 بتتوجه للعيبة وللجهاز الإداري الإدارة المسؤولة عن ملف الكرة في نادي بيرامدز والجهاز الفني الجهاز الفني راحل خلاص يعني فيه جهاز جديد بيتولى المسؤولية هيبقى عنده كمان هو نفسه الدافع إنه يقول أنا بيبدأ مرحلة جديدة عايز أبتديها على بياض عايز أثبت إن أنا عندي القدرة على قيادة فريق فيه هذا الكم الكبير جدا من النجوم فتست بالنسبة له محترم جدا إنه يلعب قدام نادي الأهلي وإنه يفوز قدام نادي الأهلي دي واحدة من الدوافع الجانبية يعني اللاعبين كمان أنت بتتكلم على تقريبا تقريبا منتخب أهلي وزمالك يعني كل اللاعب اللاعب بتاع في بيرامدز أو يعني أغلب اللاعب بتاع في بيرامدز كانوا في يوم من الأيام لعيبة زمالك أو كانوا في يوم من الأيام لعيبة أهلي بتكلم على الشريف إكرامي أحمد فتحي عبدالله السعيد أحمد الشيخ رمضان صبحي مش عارف نسيت ولا حد تاني ولا لأ بس دول مثلا كلهم إكس أهلي زمالك عندك علي جبر عندك أحمد الشناوي عندك إبراهيم حسن عندك عمر جابر يعني عندك 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 مختلط يعني خليه نسميه كده مختلط بين أهلي وزمالك فكرة أنه اللاعيبة دي عندها ثقافة البطولة يعني اللاعيبة دي متعودة إنها لما تلعب مطش أو تخش بطولة هي بتنفس على البطولة مش بتلعب من أجل التلات نقاط ولا التمسيل المشرف لا أنا داخل أن نفس على البطولة عنده الثقافة دي اللاعيبة دي كلها دوليين اللاعيبة دي لعبت لمنتخب مصر في مراحل سنية مختلفة وبالتالي ثقافة اللعيب الدولي أو ثقة اللعيب الدولي في نفسه تختلف عن لعيب محلي ما لعبشه متشاط دولية وما شاركش ملبس فنانية منتخب مصر اللعيبة دي عندها كم كبير جدا من الخبرات بالإضافة طبعا للهدف من وجهة نظري يعني أنا بحط دايما نفسي مكان الطرف المقابل أو الطرف الآخر ودايما بحاول أشوف بيفكر إزاي أنه اللعيبة دي عايزة تثبت أنها لعيبة على مستوى عالي جدا وأنه رحلهم سواء كان براضتهم أو غصبا عنهم من أنديتهم كان شيء خطأ وبالتالي أنا محتاج أثبت نفسي وأثبت قدراتي وأثبت إمكانياتي قدام النادي اللي أنا كنت بلعب به بلعب فيه في يوم القيام كل دي دوايحة بس عشان أطلعكم من حتة أنه يعني آخر الكلام طبعا بتقال على قصة محمد فاروق في نادي بيرامدز وقصة التعمد في إهدار ضربة الجزاء ما أعتقدش رأي الشخصي ما أعتقدش أنه في لعب أبدا ممكن مهما كانت الظروف ومهما كانت الملابسات ومهما كانت حجم الخلافات أنه في لعب ممكن يتعمد أن يأذي فرقته بأي شكل أشكال لأنه الحقيقة هو مش بيأذي فرقته في الوقت ده بنفس القدر وبنفس الحج بيأذي به نفسه فبكرة ماتش بره كل الحسابات نتمنى إن شاء الله أنه ماتش بداية يكون ممتع يعني اتفرج على كرة حلوة وكرة ممتعة ونتمنى إن شاء الله بإذن الأهلي يحسم الثلاثة نقطة لصالحه ويقدم أداء محترم يقول أنا رجعت للدولي بنفس القدرة على التركيز والإنجاز ويكون في نفس الوقت بيجهز نفسه للمبرارة المهمة جدا ماتش كايزة تشيفز اشتركوا في القناة